الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد جدد في بلاغ له أمس التأكيد على أن أولوية الأولويات بالنسبة إليه هي صحة وسلامة المواطن وتزويد المواطن بكل الحاجيات الأساسية والحرص على ضمان أجور العاملين في القطاع الخاص وأعرب أيضا عن ارتياحه للمواقف التي عبرت عنها الحكومة مؤخرا والتي أكدت أهمية القطاع الخاص والرأس المال الوطني ودورهما الإيجابي مشددا على أهمية الوحدة الوطنية والتضامن في مواجهة هذه الأوضاع كما حيى التزام وانخراط كل مكونات القطاع الخاص من حرفيين وأصحاب مهنة ومؤسسات صغرى ومتوسطة وكبرى ومجموعات اقتصادية وبنوكة حيى التزامهم وانخراطهم في المجهود الوطني لمجابهة تفشي فيروس كورونا